حضر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قيام الشركات والفضائيات بتأجير أو استيراد جهزة البث الخارجي وأجهزة البث الأخرى إلا من الجهات الثلاثة المالكة لهذا الحق في جمهورية مصر العربية وهي مدينة الانتاج الإعلامي والهيئة الوطنية للإعلام والشركات المملوكة للدولة العاملة في هذا المجال وقال المجلس إن المخالفين لهذا الأمر سيعرضون أنفسهم لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقهم اشتركوا في القناة